الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مع الرئيس أذربيجان أكد أن مباحثاته مع الرئيس إلهام علييف بتخلق تنسيق سياسي في القضايا الإقليمية والدولية وبتدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والرئيس أكد أنهم هيحفظوا على دورية جوالات المشاورات بين البلدين وأن اجتماعات الدورة السادسة لللجنة المشتركة هتكون في أقرب وقت ممكن ويتم تنظيم منتدى لرجال أعمال مصري أزايري تعالوا نشوف استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين وتفقد حرس الشرف ترجمة نانسي قنقر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من زخم متنام مؤخرا وما تشكله الزيارة من فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين لسيما في قطاعات النقل وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والتصنيع المشترك والسياحة والثقافة كما شهد الرئيسان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين وكذا عقد مؤتمر صحفي مشترك حيث تم استعراض الجهود المصرية المكثفة للتهديئة في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإغاثية لكافة مناطق القطاع وكذا جهود مصر لدفع مصاري إنفاذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة